اهلا بكم في حلقة جديدة كورس المحادثة او الconversation للمبتدئين بقية الحلقات حتلاقيها في description اسفل الفيديو في قايمة تشغيل المحادثة المستوى الاول للمبتدئين يلا بينا نبتدي مع بعض وانه هل ده معنا موضوع مهم جدا وهو food and meals conversation يعني المحادثة عن الاكل والوجبات في المطعم او في اي حتة بس عادة ان الديالوج ده بيحصل في المطعم زي ما احنا متعودين دايما ببتدي قبل ما انا اديك الديالوج او الحوار والمكان اللي بيحصل فيه المفروض زي ما احنا شرحنا قبل كده ونصحنا بانك تتضرب عليه مع partner او شريك ليك بنتديك الاول بعض الجمل وبعض الكلمات المرتبطة بالموضوع اللي لازم تحفظها وتفهمها قبل ما تبتدي تعمل الحوار او الديالوج دوت او تتكلم فيه مع شخص اخر يلا بينا نبتدي مع الكلمات المرتبطة ب food at the restaurant او الاكل في المطعم يلا بينا اول كلمة واهم كلمة انك لازم تتعلمها هي لما تبقى موجود في مطعم ما تقولش لاني دي طريقة مش مقدبة انا عاوز لو عاوز تقول بطريقة مقدبة انا عاوز او اريد شيئا قول i'd like بعد i'd like بقى ممكن تجيب اسم فتقول مثلا i'd like a table for four please يعني انا اود ترابيزة لاربع اشخاص بعد اذنك i'd like a table for four please بعد i'd like كمان ممكن تجيب فعل وبتحط two فتقول مثلا i'd like to order some food order هنا يعني اعمل order او اطلب i'd like to order انا اود ان انا اعمل طلب او اطلب بعض الاكل i'd like to order some food كمان طالما بنتكلم النهاردة على الفود والمطاعم يبقى لازم تعرف الاستخدام الجديد لفعل have كلنا عارفين ان have معنى هي تناول او يملك لكن have ممكن تستخدمها على المطاعم والاكل بمعنى drink انك تشرب او eat انك تاكل يعني خلنا نحطها لك في مثال i have some tea يعني انا بتبشرب او بتناول بعض الشي i have meat in the morning انا بتناول او بأكل لحمة في الصباح يعني have ممكن تيجيب معنى eat و drink اللي اتنين مع بعض i have طبعا بتيجي مع breakfast lunch dinner بلاش تقول eat قول i have breakfast i have lunch i have dinner اوكي طيب عندنا بعد كده جملة هتسمحها كتير اوي في المطاعم وهي here or to go sir here or to go يعني هنا ولا هتاخدو معك زي ما بنقول في الامريكان انجلش بنقول to go ما بنقولش delivery اوكي بنقول to go here او take away ده في البردش انجلش يعني هنا ولا هتاخدو معاك هتاكل هنا ولا هتاخد الاكل معاك اوكي طيب لو عاوز تطلب المنيو بالانجلش اللي هي قايمة الطعام بتقول بتسأل بطريقة مؤدبة وتقول could you give me ممكن تعطيني او could you give us ممكن تعطينا the menu please could you give us the menu please عندنا كلمة تانية حلوة جدا هتسمحها كتير في المطاعم وهي starter starter يعني فاتح الشهية الحاجة اللي انت بتبتدي بيها الاكل يعني مثلا الشربة السلطة الحاجات ديت قبل الوجبة الرئيسية وهتسمحها في الجملة الاتية would you like a starter طبعا الwaiter اللي هو الجرسون اللي في المطعم هيقولك would you like a starter sir انت محتاج حاجة تبتدي بيها would you like a starter would you like a starter عندنا كمان كلمة main course main course اللي هي الوجبة الاساسية خلينا احطه لك في مثال خليناك مثلا تقول ان انت بتكلم بقى الwaiter فهتقول له for the main course بالنسبة للوجبة الرئيسية I'd like the grilled fish انا عاوز السمك المشوي فاكرين I'd like من اول الفيديو for the main course I'd like the grilled fish اوكي طبعا بردو بنتكلم عا الفود والميلز يبقى لازم تعرف الفرق ما بين كلمتين مهمين جدا في الانجلش وهما كافي و كافي 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 اللي هي القهوة اللي انت بتشربها والكافي القهوة اللي هو المكان اللي انت بتعود فيه خلينا نحطهم في جملة مع بعض I drink coffee at the cafe انا بشرب قهوة في القهوة مش ماشي يعني المهمة يعني احنا بلدوها كده قبل العاجمي I drink coffee at the cafe بشرب كافي في الكافي اوكي اللي بعده شوات صفات بقى ممكن تستخدمها عشان توصف بيها الاكل طيب الاكل لو لذيذ الاول ممكن تقول عليه delicious tasty أو yummy الاكل لو ملحه زيادة بتقول عليه salty تكيب salt وتحط عليها why الاكل لو سكره زيادة او عسله زيادة يعني السكر فيه زيادة بتقول sugary او sweety طيب الاكل لو دلع يعني ناقص ملحه او ناقص سكر او ملوش طعب ممكن تقول bland وممكن تقول insipid طيب عندنا كمان كلمات تانية او جملة تانية ممكن تستخدمها لو قاعد على الترابيزة مع حد وعاوز تقوله اديني او ناولني زي ما بنقول في العمال المصرية ناولني طبق الصلاة ده فبنقول بالانجلش could you please pass me pass يعني ناول اوكي could you please pass me the salad please could you please pass me the salad please عندنا كلمة تانية مهمة جدا بنغلط في نطقها وهي كلمة dessert ديزيرت مش ديزيرت ديزيرت يعني الحلوى او الحلويات for example for dessert i'll have ice cream بالنسبة للحلويات انا حاكل ice cream طيب في الاخر الاعداء بقى عاوز تقوم تمشي فاكيد حتدفع الاول مش ببلاش يعني اوكي فبتقولهم get us the bell please يعني هتلنا الفطورة بعد اذنك get us the bell please الويدر لما يجي دهلك هيقولك here you are اتفضل here you are anything else اي شيء اخر او اي حاجة تانية anything else طيب very good that's amazing تعالا بقى ناخد الديالوج دوت ونحط الكلمات اللي احنا درسناها والجمل في حوار ويريت تاني تحاول انك تمارس الحوار ده معايا بانك توقف وتشغل الفيديو تاني او انك تمارسه مع partner او شخص اخر خانوا اقول ان احنا في مطعم والويدر هيخش عليك ويقولك hello can i help you فانت هتقول له yes i'd like to have some lunch انا عاوز او اود بطريقة مؤدبة ان انا have اتناول بعض الغداء would you like a starter هتقولك حابب اي حاجة تبتدي بيها yes i'd like a bowl of chicken soup please انا حابب ان انا اشرب قرورة او اناء من شربة الفراخ bowl دي كلمة جديدة بتالي ماخدناهاش يعني صحنة كده او صنية غويتة فيها شربة okay and what would you like for your main course ها فاكرين المين course I'd like a grilled cheese sandwich وسانويش مش لازم تقول ساندويش هي مش غالت بس مش لازم تنتقديم انك تقول سانويش would you like anything to drink would you like هداك تود اي حاجة تشربها قال له yes i'd like a glass of coke please okay بعد كده بعد ما انت خلصت الاكل او الغداء الويدر هيجيلك تاني وقولك can i bring you anything else هتقول له no thank you just the bell الفطورة بس بعد اذنك الويدر هيرود عليك وقولك certainly و certainly di zayu of course يعني بالطبع تمام بس طريقة فيها ادب okay I don't have my glasses انا مش لابس النظرة بتاعتي how much is the lunch بكم الغداء الويدر هيقول له that's 6.75 ومش لازم تقول point 6.75 dollars ومش لازم تقول dollars كمان لانهم معرفين العمل اللي بتعملوا فيها فهموا بيقولوا 6.75 بس انت لو هتقول 6.75 dollars عادي فكم بيرد علي بقول له here you are thank you very much الويدر بقول له you're welcome have a good day كم رد علي او انت هترد علي كم اللي هو الشخص يعني اللي بيأكل في المطعب thank you the same to you وبانتهاء الديالوج بتنتهي الحلقة بتاعة الrestaurants I hope you enjoyed it اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها ما تنساش انك تدعمني 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 بي subscribe انك تشترك في القناة وتعمل like عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر واستمر في ان انا ادي المعلومة المفيدة لكم thank you and wish you all the best لذلك ترجمة نانسي قنقر